هذه الباحثة إسرائيلية تحمل الهوية الروسية على ما أعتقد أوعدها جنسية أخرى طبت بها للعراق وصار لها فترة طويلة بالعراق يعني مو البارحة طبت للعراق صار لها فترة طويلة بالعراق المهم الإطار التنسيقي داي ريدي سوي سالفه خلي نسمعاني وياكم وعلق عالموضوع أقف أقف أطوني ما اسمه هذا ما اسمه ذكروني عليه هذا لا هو أدري به اسم عماد المسافر لا الكارتون المحقق كونا أطوني المحقق كونا ها يشبهه والله المحقق كونا أقف أطونيا بدون صوت أطونيا الصوت المحقق كونا هذا جيبه اسمع حسب ما وصلت الصورة جاسوسة بس اسمع اسمع المحقق كونان فوقف 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 المحقق كونان هناني هذا ذيل الإطار اكتشف بيوم وليلة انه اكو جاسوسة بالحراق اللي هي هذي جاسوسة ليش هو بعد اكو هذا النظام مال رأفة الهجان ها انت وين تحتي انت وين تحتي بابا محقق كونان انت وين تحتي يا جاسوسة ولكن السفيرة الامريكية تفتر رصبا عليكم وعلي جابكم للعراق لك يا جاسوسة لك ذاك اليوم ذاك اليوم ضابط ما ينقلادش طب ليه العراق اكمل كل شي وراح وما حد يدربيه لك يا جاسوسة البلد مليان مليان ناس طب وتهريب ما تعرفه يشتغل عامل ما تعرفه يشتغل مستثمر ما تعرفه يشتغل اشكال والوان لك يا جاسوسة زين تقنعني شوف تعال 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 بما انه انت محقق كونان الاطار زين بس قللي بالنسبة سؤال مو الاسرائيليين مو بالمنطقة الخضراء ها انتو قلتو انتو والله من كان الكاظمي قلتو الاسرائيليين بالمنطقة الخضراء زين هسا طلعو هسا الاسرائيليين طلعو من المنطقة الخضراء كمل طريقة يعني بالطريقة المعتادة التي تدخل جواسيس الى مختلف الدول هذه الطريقة اصبحت طريقة الكلاسيكية القديمة يعني مستهلكة اصبحت هذه الطريقة الباحثة وتتقرب الى الشخصيات السياسية ولكتل سياسية يعني تحاول ان تكون قريبة من الحراكات الشعبية على غرار هذه الحراكات التي انتشرت بالواقع العربي عندما كنا نقول ان الحراك حراك تشرين فيه يعني ايادي خارجية وتحركه من الداخل ايضا عوامل خارجية واشخاص خارجية كان البعض يشكل علينا ويقولوا ان انتو تتهمون كل من شنو علاقة تشرين هسا هي ليش شنو علاقتها بتشرين لها علاقة اكيد لها علاقة انتشرت الها صور بصفحتها الشخصية بماخذ الصور وازيدك من الشعربية ان الكثير من الناشطين بتشرين الان داخلين حالة انظار لانه تليفونها يحوي ارقام واتصالات عديدة مع العديدة مو على اساس هسا تشرين هم قيادات هسا الشباب تشرين لك انتش كونان كونان يا معوي انتش وين انت بصف الماعون ولك هنا تشرين انا رح اسولف للناس القصة الحقيقية مال هاي البنية شوف هاي البنية لا يتشذب عليكم هذا محقق كونان هاي البنية صار لها مو سنة ولا سنتين بالعراق تروح وترجع تمام واختلطت وراحت مظاهرات وطلعت ويا العالم ومدر شنو وجدتي ومنو كان يحميها اسمع من قحطان والله منو كان يحميها كان يحميها حزب الله العراق تمام بطار لانه هذا ما لك علاقة هذا يروح بالليل يشوف قناة العهد يشناشرين يطلع تاني يوم يحكي ما لك علاقة به هذا هذا يفرد بصف الماعون البنية هذه انخطفت من الكرادة تمام اللي خطفها حزب الله العراق تمام الان اكد رأيين بالموضوع اولا تحليلين او الجهات الامنية يعرفون البنية يا اما بعدها بالبغداد يا اما بايران ليش لانه ايران هسة تتفاوض الاسرائيليين على شخص عندهم محجوز باسرائيل يريدوه فدا يقولولهم ننطيكم هاي البنية وتنطونا الشخص المحجوز عندكم تمام وان دا تتم المفاوضات تتم لكم علاقتها كل شي ما يدري هذا طاسب حمام وان دا تتم المفاوضات دا تتم المفاوضات دا تتم المفاوضات بدولة اوروبية فلا تشذبون على العالم وانت محقق كونان الاطار ما لكم علاقة بي ترى هذا طاسب حمام والله والله اخذوا الحكي مني هذا طاسب حمام اوف اوف قاعد لي بسوي لي رأفة الهجان والانتجاه والاطلق التي فقط موسيقى